مرحبا نستكمل حديثنا عن موضوع البيانات الوصفية لصفحات الويب وسنتحدث من خلال هذا الفيديو على العنصر بيس يمثل العنصر بيس أساس روابط URL لجميع الروابط النسبية في المستند إذن داخل العنصر هيت سأضيف عنصر بيس مع الخاصية إتشريف وقيمة هذه الخاصية إتشريف ستكون هي أساس روابط URL لجميع الروابط النسبية في المستند إذن لنقوم بنسخ هذا الجزء من الرابط ونجعل منه مثلا أساسا لروابط URL إذن نقوم بنسخ هذا الجزء من الرابط ونأتيه مثلا إلى باضي وقبل هذا العنوان نضيف رابط لصورة مثلا images إذن إذا قمنا بالضغط على هذا الرابط نلاحظ هنا تم إضافة هذه الأجزاء إلى هذا الأساس أي هذا العنوان الذي نحدده في بيس لكن لو غيرنا مثلا هذا الجزء إلى example.com وقمنا بالضغط مرة أخرى على الرابط نلاحظ هنا يطلب منا فتح هذا الرابط في متصفح الويب إذن نلاحظ الآن أن الأساس تغير وأصبح الآن example.com لا يوجد مصر في هذا الموقع وصورة بهذا الإسم وبالتالي تم استعراض محتوى الصفحة الرئيسية إذن نتراجع عن تغيير هذا الأساس وليس بالضرورة أن يكون هذا العنوان الأساس مقتصرا على عنوان الصفحة الرئيسية فبإمكاننا مثلا إضافة مصار آخر مثل about services وهكذا إذن يمكن أن يكون هذا الأساس أي شيء وبالتالي عندما نشير إلى أي رابط سيتم إضافة مثلا كما في حالة هذه الصورة سيتم إضافة هذا الجزء من الرابط إلى هذا الرابط الأساس أي هكذا images إلى آخر الرابط إذن نتراجع عن هذه الإضافات ويمكننا الإشارة إلى أو رابط صفحات أخرى مثلا a-test.html إذن بالضغط على هذا الرابط سيتم إضافة هذا المصار إلى الرابط الأساس أي هذا الجزء وإضافة لذلك يمكننا إنشاء روابط تؤدي إلى أقسام معينة داخل صفحة الويبض لنرى مثلا لذلك نأتي مثلا إلى هذه الكلمة نحولها إلى رابط مثلا name ونذهب إلى هذا العنوان الذي هو h2 ونضيف الخاصية id وname الآن إذا ضغطنا على هذا الرابط سيتم الذهاب مباشرة إلى هذا العنوان وكما نلاحظ هنا في الرابط تم إضافة هاشتاغ name إلى الرابط الأساس طبعا إذا قمنا بتغيير هذا الأساس مرة أخرى مثلا example.com نلاحظ هنا يطلب مننا فتح هذه الصفحة في متصفح الويب إذا نقوم بالإلغاء ونتراجع عن هذه التعديلات وكمعلومة إضافية بخصوص هذا العنصر base فلا ينبغي استخدام أكثر من عنصر base داخل الصفحة الواحدة ومن الخصائص التي يمكننا استخدامها مع الأنصر base هي الخاصية target عفوا target وأهم قيمة هنا هي blank بحيث أن هذه القيمة تسمح لنا بفتح الروابط في صفحات جديدة إذا نقوم بالحفظ ونذهب إلى متصفح الويب إذن عند الضغط على هذا الرابط سنلاحظ أنه سيتم فتح الصفحة في نافذة جديدة والقيمة الإفتراضية لهذه الخاصية target هي self نلاحظ أنه تم الانتقال إلى هذا القسم من الصفحة داخل نفس النافذة إذن حتى من دون استخدام هذه الخاصية target دائما سيتم فتح الروابط في نفس النافذة أو داخل نفس الصفحة وبدلا من إضافة الخاصية target هنا يمكننا إنشاء أو إضافة عنصر base آخر وهذه المرة فقط نستخدم الخاصية target blank نذهب مرة أخرى إلى المتصفح مرة أخرى يتم فتح الروابط في نافذة جديدة إذن هذا كل ما لديه بخصوص العنصر base وإلى فيديو قدم إن شاء الله والمزيد من عناصر البيانات الوصفية مرة أخرى